أو قيم هذا القانون وإزاي شايف أنه هو ناجح أو غير ناجح من وجهة نظرة هو طبعاً في البداية بسم الله الرحمن الرحيم أي قانون ده حتى في دول الاتحاد الأوروبي حتى طلعت على القانون الفرنسي قبل الحلقة بفترة يعني ولقيت في بعض العيوب ولقيت أن القانون المصري تخطى في بعض المواد ولقيت حتى في المكسيك وفي الولايات المتحدة طبعاً قانون بنسبة ما في المية ده ده أعتقد ده فيه إعجاز يعني مصر القانون المصري بيفوق؟ خصوص في بلاد أخرى لأنه فيه بريقراطية لقيت في القانون الفرنسي أنه هو اللي يازم يحصل على رخصة البعاء المتجول ورخصة العربية أنا كده أخلت بريقراطية جديدة لقيت مثلاً موجود في المكسيك أنه لا يسمع بإقامة عربات البعاء للطعام المتنقلة إلا من خلال الجامعات الأهلية بقى كده أنا خرجت خارج نطاق المسؤولات الاجتماعية تجاه المواطنية طبعاً القانون في مجماله كويس جداً لكن يحتاج إلى بعض المواجعات البسيطة لأن مثلاً على سبيل المثال يعني في عجالة كده لقيت في دول خليج ومنها السعودية طبعاً من أوائل الدول اللي طبقت القانون على مستوى عليه جداً في نظام العربات الطعام المتنقلة وتضاهي لندن ونيويورك كمان لأنه عملوا مساحة العربية عرض 200 وطولها 500 ده كأنه محل قابل لأنه طبعاً ده بيقنن الوضع لأنه عملية كبيرة شوية كبيرة جداً وكمان استواردوا عربيات من بريطانيا بتصل لـ 30 ألف دولار أما احنا طبعاً القانون أخفل النقطة دي كمان في دول الخليج خاصة يعني أطلعت على تجارب الدول يعني اسمح لي بس أقول الأقرب يعني عربياً لينا من حيث المساحة أو السكان أو إلى آخر لقيت كمان عندهم في المملكة العربية السعودية أنه هو يعني عدم إعطاء ترخيص لأي موظف بالإدراءة الحكومية بحيث يدي مساحة لبقية المواطنين كمان يعني لو أنت موظف ده على مستوى علي جداً كمان أنه لقيت عندهم حاجة هناك جميلة جداً أنه المولد الكهرباية بيبقاش لي صوت لأنه طبعاً من الاشتراطات الشراحة القانون المصري لازم بقى فيه مولد الكهرباية أنا ممكن أجيب عربية نقل زي ما بوجودها في ألمانيا وموجودة في فرلندا وفي الدول الأوروبية معظمها شحنات وتمانها من 3500 دولار حتى 5000 دولار طيب إحنا لو جبنا الشحنات هنا موجودة في مصر وعلى فكرة موجودة بالتحديد في موقف العاشة في السلاب أجيب ديزل جنبي والديزل ده اللي بيستخدم فيه سردقات العزاء وموجود فيه الأفراح القانون أخفل بعض النقط بس إجمالاً إجمالاً القانون بنسبة 90% فيما يفوق قويس جداً فأنا عايز أقول لرسالتين رسالة المواطن ورسالة الحكومة لأنني أعتقد يعني تسع الحلقة يعني لوقت الحلقة مش هيسعني فأقول للمواطن ارجع للقانون رقم 92 لسنة 2018 زي ما سعدتك ذكرت في جميع المواد بتفاصيلها وارجع للقرار الوزارة الرقم 119 لسنة 2019 وده صادر من وزير تمام المحلية بيحدد التفاصيل إجمالاً ده الجانب الأولاني وبنقول للمواطن هتتوجه للجهتين إذا كنت في المدين الجديدة نحن عندنا 52 مدينة جديدة زي المدينة العبور والشهور وبدل والعاصمة الإدرائية توجه للجهاز اللي انت خاص بي جهاز مدينة العبور جهاز مدينة التكتوبة إذا كنت تابع الإدارات المحلية حي مركز مدينة توجه الإدارة اسمها إدارة الإشغالات عشان تحصل على التاريخ إدارة الإشغالات إدارة الإشغالات أنا بس يعني بقول ليه أنا بقول التفاصيل دي لأن أنا بقيت في حالة الدهشة لقيت أن فيه أربع تلاف عربة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية بتنافس أكبر سلاسل مطاعم على مستوى العالم مش عايزة أقول أسماء المركات استخدمتها الولايات المتحدة لزيادة الإرادات داخل الموازنة العامة عندها إحنا حتى هذه اللحظة طبعا القانون وليد أنا ببص حداك على الترخيص اللي صدرت حتى إزاي الدولة بتستفيد ماديا من هذه الخطوة إصدار الترخيص دي حداك واحدة رقم واحد إصدار الترخيص غرامات اتنين عملية زيادة عملية الإنتاج لأنه طبعا أنا مبيع منتج خاص به الوجبات السريعة طبعا أحصل عليه من المعلبات بعد دخلت في الصناعة وأحصل عليه مباشرة من إخواننا الفلاحين المزرعين الموجودين في مصر عملية تشغيل مستمرة فإحنا بنقول الملف ده للأسف الشديد أنا بطلعت على الترخيص اللي لقيت فيه عفوا 237 ترخيص عرب الطعام حتى زي العصر وجاري إصدار أنهما الوزارة أو المحافظات بتعاون مع وزارة الترميل المحلية بتعلي الرقم حتى 1346 أنا شايف أن الرقم ده ضعيف جدا ولكن اسمح لأقول برضو جهود الوزارة في هذا الملف بتعاون مع المحافظات المحافظات حددت 885 مكان لإصدار العربات المتنقلة عشان لسادة المواطنين جمان فيه بروتوكول تم توقيعه بين وزير الترميل المحلية وبين وزير الشباب والرياضة يسهل الإجراءات لأن إجراءاتها كتير كتير جدا اشتركوا في القناة